السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير ومرحبا بكم فيديو جديد اليوم ان شاء الله تحت طالب العديد من المتتبعات طلبوا مني نحضر معاهم فطيرة في المقلاء بالتفاح كتجي رائع الليدة شيشة كالدوب في الفم يعني تحلية وكيك في نفس الوقت كتجي زوينة بزف بزف ان شاء الله غنشارك معاكم جميع التفاصيل ما نطولش عليكم ونبدو على بركتي الله هنا يا اول مرحلة عندنا المقلاء بالنسبة لي هنا يا المقلاء عندي مكتل السقش تكون نوعية جيدة القطر ديالها 24 سنتيمتر وهنا دهنتها بالزبدة وغادي نفرش لها ورق الزبدة ضروري من ورق الزبدة حيث بزف كنحضر معاكم كيكات في المقلاء وما كان حتش ورق الزبدة ولكن هادي ديال التفاح لا بد من ورق الزبدة وإلا غادي تحرق لكم التفاح تمها داكرار الشي تعير وحيط شوية ديال سكاسانيدة وحطيت المقلاء ديالتي على جنب وهنا يا عندي بيضة واحدة يعني غادي نخدمو ونتكلمو في المقادير في نفس الوقت هنا كيف ما كتلاحظوا معايا بيضة واحدة تكون بحرارة المطبخ وحجم يكون كبير شي شوية ضفت لها واحد الرشة ديالة الملح وغادي نطربها واحد شوية كيف ما كتلاحظوا معايا هنا يا رأي مقاطعة شتصوير هادش اللي كتشوفوه هو اللي كاين هنا يا جوج معلق كبار ديال السكر سنيدة او للسكر الخاشين وجوج معلق كبار ديال زيت نباتية كيف ما كتلاحظوا معايا القياس ديال المعالقة يعني المعالقة العادية الكبيرة سوف هنا يا كنستمر في التطراب باش يمتاز جو لي العناصر ديك البيضة مع جوج معلق كبار ديال سكر سنيدة وجوج معلق كبار ديال زيت و ديك الرشة ديالة الملح وهنا يا أنا غا نسم بالقشور ديال ليمون الحامض ممكن تنسمو بالبرتقال او اللي تنسمو بسكر فاني اللي توفر عندكم او اللي على حسب الرغبة ديالكم وهنا يا غادي نستمر في التطراب على هات شكل هادا يعني ما كننبالغوش في التطراب بزاف هنا يا عندي كاس ديال الحليب بتاوي يكون بحرارة المطبخ صفي هنا يا غادي نبدأ نطرب واحد شوي يعني المقادير كيف ما كتلاحظوا معي راهم بساط ومتوفرين في كل منزل صفي هنا يا غادي نستمر في التطراب ومن بعد غادي نبدأ نضيف دقيق بالنسبة لي أنا هنا يدقيق عندي كاس عامر ديال العنبة وخمارة من فئة ديال 8 جرامات وضروري تغربلو عدد خدموبي هنا يقدر تدك نسل كاس ديال دقيق مع هذيك الخمارة بالنسبة للخمارة 7 جرامات ولا 8 جرامات ماشي مشكل عين ما تفوتوهاش باش ما تنفخش لكم بزاف المقلة وهنايا غادي نضيف ما تبقى من الدقيق وغادي نستمر في التطراب ولكن غادي بلي الخالط شوي يخفيف يعني ما ما تقيلش بزاف شمراتك نستعمل عير كاس ديال دقيق ولكن هاد المرة حين تبقى لي يخفيف اضطريت انني نضيف معلقة اخرى تكون كبيرة كيف ما تلاحظو معايا غادي نغربلو غادي نضيف هالخالط وما تنسوش واحد شوية ديال الخالك يعطي واحد الفاش فاشا زوينة لهذا الطاقت او لهذا الفاطيرة او لهذا الكيكة ديال التفح سميوها كيف ما بغيتو الصراحة راكت جي زوينة بزف بزف إلي جربتوها غا تبقوا دائما تحضروها تفطرو بيها او لدروبا القوتي وكتحضر بسرعة صافي هنا ها هما المكونات يعني صافي الخالط يعني وجد لنا ديال الكيك وهنا هيا غادي ناخد واحد تفاحة لكل حجم ديال هاك بي بره كتبال لكم وكن قطعوها هاكدا يا طريفات شوية غلاظين مرققينش بزف إلا درتوهم مرقق بزف را غادي نيهبطو لكم في الكيك وما غاديش يجي شكل ديالهم زوين صافي لاحظو معايا الشكل ديالهم هنا راكبان لكم السمك ديالهم كيفاش داير وهنا خديد تيك المقلة اللي داها نهاب الزبدة ومفرشفها ورق الزبدة ورق الزبدة را ما بقاش شي حاجة اللي ما كيناش او اللي غير متوفرة را موجود عند الكيبيعو لوازمة الحلويات راكم تاخدوه وتبقاو هاكدا تصيبو بي الشيوات في المقلة صافي هنا يا ستيف تكتفاح اللي عندي وهنا غادي نرجع للخالط لاحظو التكستيوه دياله يعني ما كيكونش خفيف بزاف كيكون بينو بين صافي هنا يا غادي نخوي الخالط ديالي كنبدو اولا كنخويه فوق تفاح هو الاول عادة كنضيفه في الواسط عادة كنديروه في الجوانب صافي هنا غادي ناخد واحد سباتيولا وغادي نحيدوك الزوائد وغادي ندير الخالط ديالي كله في المقلة كيف ما كتلاحظو معايا صافي وبالنسبة لطريقة ديال طياب دياله راكتكون راها ساهلة ما فيهاش شي حاجة ديال التعقيدات عرق ضروري تغطيوها يعني يغطيوها بشي غطاية تكون ما فيهاش تقب وبالنسبة للنار كتكون هاكدة تكون مهيلة لاحظو معاي هنا مجهدها غا نقصها تكون مهيلة في حال الشميع وغادي نحطوا واحد العازل الحراري إلا ما توفرش ديرو مقلة ديالت المسمن إلا ما توفرتش تنيو هذاك ورق الألومنيوم تنيو وعلى 4 وحطوه فوق البوطة حيث ضروري خاص شي حاجة تكون عازلة للحرارة ما بين المقلة والنار وغادي نغطيها ونخليها مدة ديال 15 دقيقة عليش قد لكم دغية كتوجد هنا من بعد مداز 15 دقيقة صافي جبتها شوفوا الشكل ديالة كيفاش كتجي وغادي نقلبها شوفوا الطريقة كيفاش كندير لها أنا يقلب وش أقلب يعني كنحطها في شي خشبة أو لفش يمول شوفوا هنا تبارك الله شحال كتبين مفشفشة كنقي صعب تيرطي طبع وغادي نقلبها في المقلة صافي وغادي نحيدك ورق الزبدة حيدو عير بشوية باش ما يتقلعش لكم التفاح أو لا يخسر لكم لو ما نقدر ديالة حي تدول وجه اللي غادي نزينوه وغادي نتناولوها به صافي لاحظوا معايش شكل ديالة كيفاش كتجي يعني كنحيدو داك ورق الزبدة بالمهل ما تحيدوش بسرعة صافي هنا غادي نرجع فوق النار ما تغطيوهاش غادي نرجع عير واحد خمسة ديالة دقايق راها ضغيك التحمر ما كتاخدش وقت طويل ونخليوا داك العازل الحراري والنار تاني تكون مهيلة شوفوا معايش شكل ديالة هنا غادي نوريكم ضروري كيفاش مني تحمرات لنا كتولي علاها تشكلها ضغيك التحمر ردو مع هالبال يعني المجموع في عشرين دقيقة يعني المدة اللي بيد موجودتو القهيوة ديالكم او الا تايرا صافي كتكون موجودة وساهلة لا بغيتو يعني كتكون شي مرات اللي ما كتكونش لقانا باش توجدوش حاجة في الفران ولا تشعلو الفران ولا تصبرو على التعطال ديال الفران هات الفطيرة هاتي او الا هاتي انا الصراحة مسميها مين يتا يعني مسميها طاغت ديال التفح بحل ده بحينت كن انا في الغالي بكنستعمل بحيل تحليها حيث كتجي حاجة ديال التحليه كتجيزوينة وحتى طاغت او الا الصراحة كتجيزوينة بزف بزف انا كننصحكم بتجريبة ديالة متبخلوش على راسكم وهنا يا دهنتا بالكون في تير ديال مش ماش ونا غادي نزينها بحيث شوية ديال الكوكاو او اللوز مهرمش او اللوز ايفيلي زينوها كيف ما بغيتو الاهم هو الطريقة ديال الطياب ديالها والطريقة ديال التحضير والقطر ديال المقلة اللي اعطيتكم رائعة 20 سنتيماتخ ما تفوتوش بزف باش جيكم هي هادك وهذا الشكل ديالها هنا يا سهيت وزينتها في المقلة ولكن غادي نحيدها ونديرها في طبق التقديم كتجيزوينة هكذا اللقوتي او للفطور رائعة زوينة بزف بزف كنصحكم بتجربة ديالها وهذا كنقطعوها يعني كتكل الى بغيتوها كتحلية تكل باردة الى بغيتوها كده يدو زباءات تكون يعني دافية شوية شوفوا معايا الفشفشة ركت باليكم انتم ما شوفوا يعني كنحط لأصبوع ديالي تبارك الله رطيطبة وهي شيشة كتدوب في الفم يعني والمكونات ديالها كيف ما قد لكم راه هم بساط مشي شي حاجة كتيرة وهنا طبعا داروري نوريكم مشكل ديالها من الداخل كيفش كتجي وهذاك التفح ركي جي مع السل رائع زوين بزف بزف وحضوا راح تلديوفكم لابغيتو عير انتو متقدرو توجدو جوج ديال هاد الفطيرات بالتفح شوفوا تبارك الله شحل رطيطبة ودك التفح كيتعسل كي اعطاهو حاد المضاقة رائع كنتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ديالك اليوم وكيف ديما إلى عجبتكم الفطيرة ديالي متبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم والليكات ديالكم اللي دائما كتفرحني واللي هلا يخطيكم عليا ونتلقوا في فيديو جديد ان شاء الله